طريق عايز اخدك في جزئية تانية مهمة زيزو من اللي عابين المهمين جداً اهم لعب في الفريق يعني مش بس من المهمين يعني وكان عنده عرض مهم جداً من الشباب السعودي عرض في ملايين الدولارات يعني هل لو كنت صاحب قرارك وتتبيع زيزو وتحل بقى ايه مشاكل الزمالك ولا تسيب زيزو مع الفريق ده مشاكل هتزيد لو انا بيعت زيزو طبعاً هيبقى فيه مشاكل فنية ومادية لين الفلوس هتخلص هتخلص بتزديد ديون ولا ايه بعد مش هتزديد حاجة برضو يعني فلوس زيزو ما انت عندك قد كده ده انت عايز زيزو وعايز فلوس كهرباء معا كمان عشان ده تشتغل انت عندك على الاقل 44 مليون عشان القدي تفك بس ده غير بقى عندك ضرائب وحجوزات وفيلم هندي تاني عايزك مئات الملايين فانت شايف انه بيع زيزو كان هيعمل مشكلة كبيرة طبعاً فنياً فنياً هيبقى قصور فني غير طبيعي النادي الزمالي طب اللعيب اللي مشواخ ده مستحقاتها وعندها مشاكل كبيرة في مشاكلة دي ما تعملش مشاكل يستحملوا يستحملوا طبعاً ما يستحملوا ماشي او يستحملوا او ليه دايماً ما قدمناش يا كريم غير ان احنا نستحمل او بس ليه كابتنان طارق احنا كنا شغالين في النادي الزمالي باللا 4-5-6 ما كناش بنقبض وفي مدربين مش شغالين غير في النادي الزمالي بس بمستحملوا وبيشتغلوا وبيروحوا يمرنوا وبيكسبوا قالوا ما عندوش اي مصدر داكي تاني ما عندوش اصدر مصدر داكي تاني لو ده ده شغلي بالزبط ده شغله وكانوا متحملين لانهم ولادي النادي ما قدروش يقولك لا مش هنشتغل عمرك شفت فيه مثلاً اضراب في قطاع الناشئين لا خالص ليه ولا في قطاع المدرسة الناس شغالة باللا 4-5-6 شو ما كنوش بيقبضل وكانوش مستحملين ومشتغل بس دايماً ان عارفين ظروف النادي البحث بيزعم اللعيبة اللي ما بتستحملش يقولو انت اللي ما بنتستحملش دل многие اصدراب الزمالك اللي عمل وعمل 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 بس ليه دايماً اللعيب النادي الزمالك زي بيقولو کده الدنيا بتيجي عليه ولازم انت اللي تستحمل انا بتكلم على مدار السنوات الشيباء اللي وهوا دا ما حالت الاعب في الزمالك يبقى لازم في ضريبة انو لما نتأخر عليك تستحمل ولو ما استحملتش يبقى انت عندك مشكلة لا مش الجماهير الجماهير دائما وابدا مع اللعيبة خلي بالك بس هو لو اللاعب زعل وما لعبش مسلا وما لعمل مشكلة ولا ولا الجمهور مش هيرحمه طبعا ماشي معه زعل ليه علشان ما اخدش فلوسه بالظبط لما اخدش فلوسه ليه بتيجي تدور على الإدارة في الأول والآخر صح فاهمني اللي بيدير لازم يوفر فلوس للعيبة صحيح بقى ايه بشتى الطرق صحيح فاهم حتى على الأقل انت لك مليون خد 500 مش لازم اديك فلوسك كلها صحيح فمصدق انا عارف انه عنده صبرني أسرة آه عنده أسرة وعنده بيت وعنده 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 والتزامات والنجمة دائما بيعده والتزامات عشان الناس بتفتكر انه يقولك ايه عم دا انت يا ما خدت ملايين ما تستحمل شوية لا حتى لو خد ملايين آه يعني عنده التزامات بيعد الملايين لو بيتزام بيعد الملايين هو حقق ما هو لو انت ما دتلوش غيره غيرك هتديله صحيح فهو قاعد عندك صحيح فهو اشتراك وقاعد معاك صحيح فهو قاعد معاك لازم على الاقل على الاقل تديله جزء من مستحقاته ما تقولشه مستحقاته كلها لو هي كتيرة فعلى اساس على الاقل يحس فيه مصدقية